فتشوف النهاردة ازاي مؤسسة حياة كريمة توقع بروتوكول التعاون المشترك مع شركة اعمار مصر للتنمية طيب عشان يحصل ايه؟ علشان يحصل تنسيق جهود المبزولة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي للقرى الاكثر احتياجا في هذا الاطار او في اطار هذا البروتوكول هتعمل ايه اعمار مصر؟ هتعمل عملية دعم لمؤسسة حياة كريمة بميزانية قيمتها مليار جنيه مصري يتم تخصصها لاستكمال مشروعات التنمية المستدامة والخاصة بتطوير ورفع كفاءة كفة القطاعات زي قطاعات الخدمات الصحية والاجتماعية وخدمات البنية التحتية الاساسية بالتأكيد وتحسين جودة البيئة العمرانية القضاء على جميع اوجه الفقر ضبط عملية النمو السكاني اثراء الحياة الثقافية زيادة معدلات التشغيل توفير فرص العمل اللائقة من خلال المشاريع الاقتصادية المختلفة طيب ده بروتوكول هتيجي تقول يعني هو المليار جنيه يعمله كل ده هقولك دي المساهمة بتاعة اعمار مصر ده بروتوكول التعاون اللي مع اعمار مصر ويا مكتر البروتوكولات والتعاونات ولسه هتشوف طيب خلينا نرجع لهذا البروتوكول هذا البروتوكول بيجي ضمن سلسلة من الشركات اللي بتسعى بقى مؤسسة حياة كريمة لعقدها مع ايه؟ مع مختلف الجهات ومؤسسات المجتمع المدني الشركة شركاء التنمية شركاء النجاح علشان يتم توحيد الجهود ده بقى اللي بقولولك اللي المليار قولك لا احنا بنعمل حاجات كتير يتم توحيد الجهود المشتركة للمساهمة في تحقيق اهداف هذه المبادرة الرئاسية الاهم والاكبر والابرز والاعمق تأثيرا على مستوى العالم تحت اسم حياة كريمة اشتركوا في القناة